بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله كتاب أحكام العطق وهذا الكتاب هو آخر مباحث كتاب فتح القريب المجيب سيذكر فيه المؤلف أحكام العطق والتدبير والولاء وأمهات الأولاد وبدأ بأحكام العطق فقال وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى إذن هو إزالة ملك عن آدمي لابد أن يكون هذا الآدمي رقيقا عبدا مملوكا فإزالة ملكه تقربا إلى الله تعالى لا إلى مالك آخر هو العطق فإن أزال ملكه إلى مالك آخر فهو بيع أو هبة أو ما شابه ذلك وخرج بآدمي الطير والبهيمة فلا يصح عطقهما والأصل في مشروعية العطق قوله تعالى فك رقبة وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وقد حثن الشرع على تحرير الرقاب ورتب على ذلك الأجر العظيم قال عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار قد جعل الله سبحانه وتعالى كثيرا من الكفارات هي اعتاق العبيد فكفارة الظهار اعتاق رقبة وكفارة اليمين اعتاق رقبة وكفارة الجماع في نهاي رمضان هي اعتاق رقبة وكفارة القتل هي اعتاق رقبة وبعض محذورات الإحرام كفارتها كذلك هي اعتاق رقبة وأركان العتق ثلاثة معتق ومعتق أو عتيق وصيغة ولابد في المعتق أن يكون مالكا أو وكيلا أو وليا لما يعتقه ولابد أن يكون مختارا أهلا للولاء وأهلا للتبرع قال رحمه الله ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه وقوله ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ وفي بعضها ويقع العتق بصريح العتق واعلم أن صريحه الاعتق والتحرير وما تصرف منهما كأنت عتيق أو محرر ولا فرق في هذا بين هازل وغيره أي إن وقع بصريح العتق فيقع ولو من غير نية ولو كان مازحا ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ومنه الاعتق قال ومن صريحه في الأصح فك الرقبة ولا يحتاج الصريح إلى نية قال رحمه الله ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال ويقع بالكناية مع النية كقول السيد لعبده لا ملك لي عليك لا سلطان لي عليك ونحو ذلك يقع مع النية إن قال لعبده لا ملك لي عليك ونوى الاعتق عتق والله تعالى أعلم وكذلك يجوز له أن يعلق عتقه على شرط أو على صفة إن دخلت الدار فأنت حر أو إن كلمت زيدا فأنت حر أو إن فعلت كذا فأنت حر ويجوز أن يحرره لسبب كفارة يمين أو كفارة ظهار ويجوز أن يعتقه لا لسبب فكل هذا جائز بل مندوب ومرغب فيه قال وإذا أعتق جائز التصر في بعض عبد مثلا عتق عليه جميعه موسرا كان السيد أو لا لو قال لعبده نصفك حر أو قال رأسك حر عتق عليه جميع العبد ويصبح العبد بجميعه حرا سواء كان هذا السيد موسرا أو معسرا قال معينا كان البعض أو لا وإن أعتق وفي بعض النسخ عتق شركا أي نصيبا له من عبده مثلا أو أعتق جميعه وهو موسر بباقيه سرى العتق إلى باقيه أي العبد أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح أي إن تشاركا في عبد فأعتق نصيبه سرى العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا إن كان يملك مقدارا من المال يدفعه إلى شريكه فاضلا عن حاجته وإن كان فقيرا إن كان معسرا فلا يسري العتق إلى نصيب شريكه بل يصبح العبد والحالة هذه مبعضا بعضه حر وبعضه عبد إذن يسري العتق إلى نصيب شريكه إن كان غنيا قال وتقع السراية في الحال على الأظهر وفي قول بأداء القيمة المعتمد الأول قال وليس المراد بالموسر هنا أي في هذا الباب هو الغني بل من له من المال وقت الإعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته وعن دست ثوب يليق به وعن سكن يومه وكان عليه أي على المعتق قيمة نصيب شريكه يوم اعتاقه فيدفع لشريكه نصف قيمة إن كان العبد بينهما مناصفة أو قيمة شريكه ويصبح هذا العبد حرا والحالة هذه قال ومن ملك واحدا من والديه أو من مولوديه عتق عليه بعد ملكه سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا كصبي أو مجنون إذا اشترى السيد الشخص اشترى أمه أو أباه أو جده أو جدته عتق هذا الشخص بالشراء لأنه بشرائه يعتق عليه وكذلك لو اشترى الشخص ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته أو بنته كذلك يعتق عليه بنفس الشراء ويصبح حرا والحالة هذه والله تعالى أعلم ثم قال رحيمه الله فصل في الولاء والأصل في أحكام الولاء قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق قال رحيمه الله وهو لغة مشتق من الموالاة وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتق أي إذا أعتق رقيقه ومات هذا بعد اعتاقه وقد ملك مالا ولا يوجد له وارث من أقربائه فوارثه الذي أعتقه قال رحمه الله والولاء بالمد من حقوق العطق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وحكمه أي حكم الإرث بالولاء حكم التعصيب عند عدمه أي إذا لم يوجد لهذا المعتق وارث من أقربائه فيريثه الذي أعتقه وسبق معنى التعصيب في الفرائض وينتقل الولاء من المعتق إلى الذكور من عصبته المتعصبين بأنفسهم لا كبنت المعتق والمعتق وأخته أي لا ينتقل الولاء للنساء وإنما ينتقل بالعصوبة إلى عصبة المعتق زيد أعتقى عمرا ثم مات زيد ثم بعد موت زيد مات عمر ولا وارث لعمر من يرث عمر عصبة زيد هي التي ترث عمر عصبته الذكور لا النساء قال وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على الجد المعتق بخلاف الإرث أي بالنسب فإن الأخ والجد شريكان كما يعني يظهر ذلك في باب الموارث قال ولا ترث المرأة بالولاء من شخص ولا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عطقه أو من أولاده وعتقائه ولا يجوز أي لا يصح بيع الولاء ولا هبته وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه أي إذا أعتقت المرأة عبدا ثم مات وقد ملك مالا فهي التي تريثه إن لم يكن له وارث من عصباته أو من أقربائه فإذا ماتت هي ورث هذا المعتق عصباتها الذكور لا الإناث ثم انتقل رحمه الله إلى أحكام التدبير فقال فصل في أحكام التدبير وهو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا عطق عن دبر الحياة وذكره المصنف في قوله ومن أي والسيد إذا قال لعبده مثلا إذا ميت أنا فأنت حر فهو أي العبد مدبر يعتق بعد موته أي السيد من ثلثه أي من ثلث ماله إن خرج كله من الثلث أي إن كان يفي الثلث بهذا العبد وإلا عتق منه بقدر ما يخرج إن لم تجز الورثة العتق فإن أجازت ما زاد على الثلث عتق جميع العبد إذن العبد إذا قال له سيده أنت حر دبر حياتي فيعتق من ثلث المال إن كان الثلث يفي به أو يعتق من هذا العبد ما يفي بالثلث قال وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير أي إن قال له أنت حر دبر حياتي قال ومن التدبير أعتقتك بعد موتي ويصح التدبير أيضا بالكناية مع النية يعني كقوله خليت سبيلك بعد موتي وما شابه ذلك قال ويجوز له أي السيد أن يبيعه أي المدبر في حال حياته فالعبد المدبر قبل موت السيد يحق للسيد أن يتصرف فيه أن يبيعه أن يهبه أن يرهنه فيجوز له أن يزيل ملكه عنه قبل أن يموت فإذا مات لا يحق للورثة ذلك وإنما يصبح حرا أو يصبح بعضه حرا على حسب ما يفي الثلث في ذلك إذا ويجوز له أي السيد أن يبيعه أي المدبر في حال حياته ويبطل تدبيره أي إن فعل ذلك أو يبطل السيد تدبيره أي العبد وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها وجعله صداقا والتدبير هو يعني تعليق عتق بصفة في الأظهر وفي قول وصية للعبد بعتقه والمعتمد الأول فعلى الأول فعلى الأظهر أي الأول لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب لأن التدبير كان في الشراء الأول في الملك الأول وهذا ملك ثاني يلغي الصفة التي كانت في الملك الأول كما هو في الطلاق لو طلق أو علق طلاق زوجته على صفة فقال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم فسخ نكاحه معها طلقها على عوض فأزال النكاح بينه وبينها على عوض فأصبحت بائنا بينون صغرى ثم عقد عليها من جديد فعندها تعود إليه ولو دخلت الدار لا يقع الطلاق الذي علق عليه هذه الصفة والله تعالى أعلن بذلك قال وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن وحينئذ يكون يكون اكتساب المدبر للسيد أي ما يفعله السيد وما يكتسبه عائد إلى سيده وإن قتل المدبر فللسيد القيمة أي على قاتله وإن قطع المدبر أي قطعت رجله أو يده فللسيد الأرش ويبقى التدبير بحاله وفي بعض النسخ وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن إلى أن يموت السيد فإن مات السيد والعبد ما زال في ملك سيده أصبح حرا عتيقا إن كان الثلث يفي بإعتاقه وإلا عتق ما يفي بإعتاقه ثم انتقل رحمه الله إلى أحكام الكتابة فقال فسط في أحكام الكتابة بكسر الكاف في الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة مأخوذة من الكتب بمعنى الضم والجمع لأن فيها ضم نجم إلى نجم وشرعا عتق معلق على مال منجم أي مقسم في وقتين بوقتين معلومين فأكثر والأصل فيه قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال رحمه الله والكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة وكان كل منهما مأمونا أي أمينا مكتسبا أي قويا على كسب يوفي به ملتزمه من النجوم ولا تصح إلا بمال معلوم كقول السيد لعبده كاتبتك على دينارين مثلا ويكون المال أي يشترط أن يكون ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلي الدينارين في كل نجم دينار فإذا أديت ذلك فأنت حر إذن لا بد أن يكون مال الكتابة معلوما ولا بد أن يكون مؤجلا على نجمين أي على شهرين مثلا أو على سنتين مثلا سمي نجما لأنهم كانوا يحسبون بالنجوم يقول له تؤدي لي المال إذا ظهر النجم الفلاني فلا بد من تقسيم أداء مال الكتابة على نجمين على أقل تقدير ويجوز أكثر من ذلك قال وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة فليس له فسخها بعد لزومها إلا أن يعجز المكاتب نفسه عن أداء النجم أو بعضه عند المحل أي عند وقت حلول الأجل فإذا تمت الكتابة وكانت صحيحة فهي لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد كما سيذكر كقوله أي كقول العبد عجزت أو عجزت عن ذلك فللسيد حينئذ فسخها وفي معنى العجز إمتناع المكاتب عن أداء النجوم مع القدرة عليها قال والكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة أي وله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق أي بالطريقة التي ذكرناها من أن يقول أنا أعجز عن أداء النجوم أو أن يمتنع من أداء النجوم عند حلول الأجل قال وله أيضا فسخها متى شاء وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة الكتابة والحالة هذه إن عاد عبدا وفسخ عقد الكتابة عاد المال الذي معه لسيده قال وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد لأنها فاسدة فيجوز للسيد أن يفسخها متى شاء كذلك قال وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك لا بهبة ونحوها وفي بعض نسخ المتن ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة أي بمجرد أن أجرى بينه وبين سيده عقد المكاتب فيملك كسبه ويعمل لصالح نفسه ليجمع المال ويؤدي هذا المال لسيده قال بعد عقد الكتابة منافعه أي منافع نفسه وأكسابه وأكساب نفسه إلا أنه محجور عليه لأجل السيد استهلاكها بغير حق أي لا يجوز أن يصرف هذا المال في تبرع في هبة في وقف لأنه يعني يعمل من أجل أن يؤدي هذا المال لسيده ويؤدي نجوم الكتابة لسيده ليصبح حرا قال ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع أي أن يحط عنه من مال الكتابة ما أي شيء يستعين به أي العبد على أداء نجوم الكتابة ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزءا معلوما من مال الكتابة ولكن الحط أولى من الدفع لأن القصد من الحط الإعانة على العتق وهي محققة في الحط موهومة في الدفع أي لابد أن يسقط السيد عن عبده جزءا من مال الكتابة التي اتفق معه عليها قال ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه ما بقي عليه درهم والله تعالى أعلم بذلك ثم قال رحيمه الله فصل في أحكام أمهات الأولاد أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأحبلها فأنجبت ولدا أو أسقطت جنينا تشهد القوابل أنه مبدأ خلق آدم فتصبح بهذا الإسقاط أو بهذا الولد تصبح أم ولد لا يحل للسيد أن يبيعها وتصبح حرة بموت سيدها وهذا الولد الذي أنجبته هو حر لا تسري عليه أحكام العدق قال رحمه الله وإذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها ولكن استدخلت هي ذكره أو ماءه المحترمة يعني في فرجها فوضعت يعني بهذا الوطء أو بهذا الاستدخال فوضعت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة يعني إذا جنى عليها أحد قال وهو أي ما تجب فيه غرة وهو ماء أي لحم يتبين فيه شيء من خلق آدمي وفي بعض النسخ من خلق الآدميين لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء يعني أهل الخبرة من النساء علمت أن الذي سقط من هذه المرأة هو مبدأ خلق آدمي فبهذا السقط تصبح أم ولد ويثبت بوضعه ما ذكر يعني هذا الشيء كونها مستولدة لسيدها وحينئذ حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها إن أرادت أن تستعجل العتق فقالت لسيدها خذ كذا وأعتقني جاز ذلك قال فلا يحرم ولا يبطل والحالة هذه أما أن يبيعها لغيره أو أن يهبها أو أن يرهنها فلا يجز قال وحرم عليه أيضا رهنها وهبتها والوصية بها وجاز له أي للسيد التصرف فيها بالاستخدام والوطء وبالإجارة والإعارة وله أيضا أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتها إذا قتلت وقيمتهم إذا قتلوا وتزويجها أي وله تزويجها بغير إذنها إلا إذا كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها أي لعدم الولاية عليها قال وإذا مات السيد ولو بقتلها له عتقت من رأس ماله وكذا عتق أولادها قبل دفع الديون التي على السيد والوصايا التي كذلك أوصى بها وولدها بمنزلتها أي يعتق إذا عتقت أي المستولدة وولدها أي المستولدة من غيره أي من غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو زنى بمنزلتها وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته أي هي كانت مزوجة وهي أم ولد فإذا مات السيد عتقت وعتق ولدها تبعا لها قال رحمه الله ومن أصاب أي وطئ أمت غيره بنكاح أو زنى وأحبلها فولده منها مملوك لسيدها أما لو غر شخص بحرية أمت وأولدها فالولد حر وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع على من غره بقيمة هذا العبد إذن إذا وطئ الحر أمت غيره بنكاح فولده منها عبد لسيدها أما إذا وطئها ظانا أنها حرة أو ظانا أنها أمته فالعبد حر ويغرم لسيدها قيمته لذلك قال وإن أصابها أي أمت الغير بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها أي كذلك ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف حتى لو اشتراها بعد ذلك لا تصير أم ولد على المعتمد لذلك قال وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة منه بعد ذلك أي بعد أن وطئها بشبهة قال لم تصر أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة في أحد القولين وهذا ضعيف قال والقول الثاني أي وهو المعتمد لا تصير أم ولد وهو الراجح في المذهب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ثم ختم كتابه رحمه الله بقوله وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء لعتق الله تعالى له من النار وليكون سببا في دخوله الجنة دار الأبرار وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا إطناب فالحمد لربنا المنعم الوهاب وقد ألفته عاجلا في مدة يسيرة والمرجو ممن اطلع فيه على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنها على وجه حسن وليكون ممن يدفع السيئة بالتي هي أحسن وأن يقول من اطلع فيه على الفوائد من جاء بالخيرات إن الحسنات يذهبن السيئات جعلنا الله وإياكم بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في دار الجنات ونسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام والإيمان بجاه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم والحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين تم الكتاب بفضل الله تعالى ومنته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم مدارسة هذا الكتاب وأن يجعل هذه المدارسة خالصة لوجه الكريم إنه ولي ذلك ومولاه والحمد لله رب العالمين